يجمع المال لأجل بناء بيت حال عليه حوله مو بحول واحد لاحظوا المال هذا مراد به حاجة أصلية فهل تجيب فيه الزكاة أم لا طبق هذا على الأموال التي ذكرناها مما تجيب فيها الزكاة هذا الموضوع من موضوعات كما يقال الالتباس اتفق الفقهة على وجوب الزكاة في مثل هذه الحالة لأنه كما ذكرنا أصلا من الأموال الزكوية المنصوصة التي بلغت نصابا طبعا لا بد أن تولغ وحال عليها الحول فلا ينظر بعد ذلك إلى الغرض منه لما يكون عنده ذبائك ذهبية أودع في هذه السبائك ماله لأجل أن إذا مضت سنة أو سنتان باعها فاشترى بها بيتا يسكنه أو ولدا يزوجه يجب فيها الزكاة بالاتفاق لأن عين المال زكوي بخلاف عروض التجارة التي عين المال فيها ليس زكويا ولذلك إنما تجب فيها الزكاة بالنية لو لم ينوم بهذه العروض المتاجرة راجع المال إلى أصلي فصار غير زكوي فلذلك لو شخص مثلا عنده تمر لكن ما شاء الله حوشهم كبير النصاب بيجينا بالزروع الثمر كم؟ خمسة أوسق الوسق كم؟ ستون صاعا الخمسة تساوي ثلاثمائة صاع الصاع يساوي كيلوين وشيئا المجموع يساوي ستمية وعشرة تقريبا ستمية وعشرة كيلو تفاوت بين ستمية إلى سبعمية تقريبه فلو شخص كان عنده ثمانمائة كيلو عنده مهب بيت استراحة قال والله لا نويت بيع ولا هم يحزنون حنا بناكل ونهدي ونتصدك ويا الله من فضلك نقول تزكي ولا لا؟ تزكي لأن عين المال زكوي ما لنا علاقة عنده بهيمة أنعم ملأت هذه الاستراحة كم نصاب الماشية على سبيل المثال؟ في كل أربعين شاتاً شاتاً عنده خمسين شاتاً لكنه رجل كريم ومضياف حال الحول على هالشياء طبعاً عندهم بالاستراحة فيعطيها من البرسيم والعلف ونحن أحض بلغت نصاباً وحال الحول عليها تجف فيها الزكاة أو لا؟ لا ما تجف لأنها ليست سائمة فمتى اختل الشر عدنا إلى الأصل وهو البراءة الأصلية وما ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ومن هذا ما وردت السنة أو ما وردت الأدلة بكونه مالاً زكاوية